السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله في هذا الفيديو سوف نعرض لكم تعلم حقاق الضرب عندنا هنا أبحث في المخطط العنكبوتي عن جدول الضرب اثنان اثنان ضرب ثلاثة اثنان ضرب ثلاثة يعطينا ستة اثنان ضرب ثمانية يعطينا ستة عشر اثنان ضرب اثنان يعطينا أربعة واثنان ضرب أربعة يعطينا تسعة واثنان ضرب عشرة يعطينا عشرين واثنان ضرب تسعة ثمانية عشر و 2 ضرب 6 12 2 ضرب 7 14 هنا نقوم بعملية ضرب 2 ضرب 9 18 2 ضرب 4 8 2 ضرب 6 12 2 ضرب 8 16 2 ضرب 3 6 2 ضرب 10 20 2 ضرب 2 4 2 ضرب 7 14 الآن ننتقل في هذا السؤال عندنا في هذا السؤال أنظر إلى عداد الدائرة ثم أوجد عددين في الدائرة الأولى الحصل على ضربه وهما عددا موجودا في الدائرة الثانية أوجد أكثر مما يمكن من الأزواج تكوينه مثلا عندنا ثلاثة ضرب 4 ثلاثة ضرب 4 يساوي 12 يساوي 12 4 ضرب 6 يساوي 24 ثلاثة ضرب 5 يساوي 15 4 ضرب 3 ثلاثة يساوي 12 6 ضرب 4 يساوي 24 5 ضرب 3 15 2 ضرب 6 6 6 ضرب 2 يساوي 12 كذا انتهينا من هذا الدرس أتمنى أن نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الرابع لتعم الفائدة وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو وشكرا لكم وشكرا لكم وشكرا لكم اشتركوا في القناة